انت بتعايز تول حاجة عالفرصة دي برطة. اه. اه. عاوز اتكلم على الفرصة الاخيرة. الحالة الخامسة اللي معانا اه. هو شغل عفريت. يعني انا بصراحة انا شفت شغل عفريت. الكورة من اول الكورنر اللي نضاي ضيعه. والكورة دي فيها حاجة غريبة جدا. انا يعني حاسيت الوقت ده ان زمالك مش هيكسب المباراة دي. طبعا ده الكورنر الاولاني. اه طبعا اتلعب اربع مرات لنضايب نفسها. يعني نكمل نلعب الكورنر عطول. نضاي طلع. بص بقى الكورة لما تصدت من الراجل. ارشان لها ملعى الخط. والغريب بقى ان هي طلعت باسلوب غريب جدا. لعب نادزة مالك جوة سيكس يارد. وامشطها قلشت طلع جنب الخط. ده اولها. اما تتاخدت وتلعبت كورنر تايم. هنا بقى اللي كانت غريبة جدا. هنلعب بقى الكورة. اللعب الشورت باس. اما هنا بستلم الكورة. واقام عامل الاوفر. عاوز بقى واريك حاجة غريبة جدا. الاوفر لما تلعب. نكمل الفريم اللي بعده. قامت. اتلعبت من لعبي نادي زمالك. بص بقى نزلت لمن? نزلت للعيب دريمز. الراجل عامل ايه? غريب جدا. بمكن يشتت. بص يعني الكورة اتنقطت. حط وش ركله في انها. الراجل اديه لزمالك. يا جماعة راجل اديه لزمالك. الراجل ام ادي الكورة تانية لزمالك. اما زمالك واخد الكورة. ام رافع الاوفر. نكمل الفريم اللي بعده. ام دخلوا عليها لعبت الزمالك كلها. دخل حسام عبد المجيد. الحارس وقع. والجن فاضي. ام بص يا يا كريم اللي عصى ايه? ام الراجل رافع الاوفر. الحارس نطمل على الارض. ام طايم واخد الكورة. الكورة واعت منه تاني. بص مفيش كلام. حسام عبد المجيد بكون يحط. ام تراحت لسامسو. تخبط التاني عند الراجل. لغاية لما الكورة هتنزل تاني لنادي الزمالك. وكورة بتطلع في شكل كان غريب جدا. بجد والله. انا يعني الكورة دي مواخف في طراف. اه والله. انا النهاردة قلت لا خلاص هو مش يوم الزمالك. الزمالك بالشكل ده. لا ماتش هيطلع صفر صفر. بس ان شاء الله زمالك قادر في مورة العودة.